تستعد كاميرا للسفر إلى جلاسكو لحضور قمة المناخ فهي رئيسة جمعية لحماية البيئة وتعمل مع منظمات أخرى في دول متعددة على تنسيق جهودهم معاً في 2015 حضرنا قمة المناخ في باريس والتي نجحت في انتزاع التزامات من الدول لحماية البيئة وسنشارك في جلاسكو استمراراً على النهج ذاته في السنوات العشر المقبلة أساسية والبيئة موضوع يهمنا جميعاً تنظم هذه الجمعية نشاطات ترفيهية وتثقيفية لسكان باريس وضواحيها لحثهم على تعزيز التحول البيئي من بين نشاطاتنا ورشة إصلاح الثياب كانت تفادى رميها وورشة لصناعة مستحضرات التجميل من مواد طبيعية من بينها العسل الذي نقوم بإنتاجه ونصنع منه حلوة نوزعها مجاناً جزء من عمل الجمعية يتم هنا حيث يعطي الناشطون نصائح في الزراعة والبستنة لمن يرغب من سكان المنطقة نختار عينة من العائلات ونقيس انبعاثات غازات الكربون ومدى تراجعها بعد استخدامهم لوسائل تدفئة جديدة وفرز النفايات واستخدام وسائل نقل نظيفة كالدراجات تخصص البلديات في فرنسا ميزانية لتعزيز التحول البيئي وتحدد كل منها أهدافاً واضحة ومحددة رقمياً للتأكد من مدى الالتزام بحماية المناخ حول الناشطون هنا هذه المساحة من مطمر للنفايات إلى أرض للزراعة ولتوعية سكان المدينة بأهمية حماية البيئة وهم اليوم يحاولون إيصال صوتهم إلى مؤتمر جلاسكو لأن قضايا البيئة لا تقتصر على حدود جغرافية عز غريب اسكانيوز عربية فريس